أقيم في كاتدرائية البشارة العبدالي قداس إلهي بمناسبة عيد بشارة والدة الإله الفائقة القداسة وفي عيضته أشار سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوديكس إلى أنه يتعين علينا في هذا العيد أن نسمع إحدى أهم رسالة للكنيسة وهي الانتباه لمكانة المرأة وفي الختام توجه سيادته بالمعايدة لرعية الكاتدرائية وللأباء الكهنة وجميع فعاليات الرعية متمنيا لهم كل بركة ونعمة من لدن الله شارك في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة بحضور أبناء الرعية اليوم الإله من أجل خلاصنا نحن يصبح إنسان حتى نحن بالنعمة نتأله قديش مهم عيد البشارة في حياتنا نحن المؤمنين؟ عيد البشارة هي البشارة الصارة اللي استلمتها أمنا العذراء بالملاك زي ما سمعنا في إنجيل اليوم وزي ما حكيت اللي لغت اللعنة الأولى اللي أتتنا من حواء أمنا الأولى بالنسبة لنا عيد البشارة هو إنه كيف دائماً لازم نحافظ على هاي البشارة حية في قلبنا نحن وكيف نحن مننا دائماً نكون على استعداد حتى يسوع يسكن في قلب وذهن كل واحد فينا قديش مهم إنه نحافظ على فرح البشارة حي في حياتنا؟ فرح البشارة بتجسد الإله الكلمة من أجل خلاصنا هون منعيش قديش نحن مهمين كأبناء لله لأنه بدون المسيح نحن ولا إشي هون مندرك قيمتنا الحقيقية كأبناء لأبونا السماوي وهون مندرك إنه وطننا هو ملكوت الله كأبناء له وبيبلش جهادنا الروحي كيف بنا نحافظ على هاي البنوة على هاي العلاقة بيسوعنا الحلول من أجلنا تجسد حتى يفتدينا ويخلصنا هاي هي القيمة الحقيقية للإنسان اللي بيرتبط مع الله لأنه الإنسان بدون الله ولا شي زي ما صبقوا حكيت لكم في مرات سابقة إنه الإنسان شو هو ولا شي هو جفة لما بيموت بتسارعوا بين أسرع بدهم يخدوه قبل ما تطلع ريحته حتى يدفنوه ولكن الإنسان اللي بالمسيح اللي معه المسيح ينتقل للأبدية بالمسيح القائم من بين الأموات بيكون إله كيان بيكون في حياة بيكون في قيامة وبيكون في أبدية شكرا